جوجل يا سيدي جوجل 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 الصراحة مش عارف في ايه يعني مرة واحدة كده نزله كذا تحديث بشكل مباشر على بتاعهم فيامني حاجات كده الصراحة يعني انا مكنش متوقع انهم نزلو كمية التحدثات دي في الوقت القصير جدا تلات اربعة ايام نزلو تلات اربعة تحدثات انت متخيل كل يوم تحديث فالنهارده انا جاي كلمك على التحديث الجديد من جوجل اللي هو يعني مسته بشكل اكبر على الصور طبعا انا ان شاء الله انا هو اركز على كل التحديث في فيديو عشان تفهمه وتستوعبه مش كل فيديو واحد وانما كل واحد في فيديو فالنهارده احنا هنركز على الحاجة اللي انا عارف ان انت هتحبها وهو ان جوجل دلوقتي في التحديث تو بوينت زيرو او جيميناي تو بوينت زيرو فلاش بقى يتيح لك ان انت تقدر تعدل على الصور يعني انت ما بقتش محتاج الفوتشوب تقريبا مش هقولك في حاجة ايه انا كده يعني بوسعها قوي لما اقولك ان انت مش هتحتاج الفوتشوب لا وانما هو بيساعدك في حاجات انت ممكن مكنش يعني مكنش تعرف تعرفها بالفوتشوب او مكنش تقدر تعاملها في الفوتشوب ان انت مجرد ان انت تقول له انا عايز ارسم صورة يرسمها لك عايز عدل على صورة يعملها لك عايز اعمل قصة بنفس المشاهد بنفس الشخصية هيعملها لك انا مثلا حابب ان انا اعمل لنفسي شارب مثلا ولي بستقية هيلبسها لي فهمني مجرد ما انا دي له الصورة واكتب له اللي انا عايزه هو هيفهم انا عايز ايه ويحددلي على الصورة ويبعتها لي. والنهارده ان شاء الله نجاح يعني اسطردها لكم. وقبل ما نروح للشرح لو اول مرة تشوف قناة تشترك في القناة وفعل الجرس وعمل اللايك للفيديو لانه بيساعد. ونروح بقى دلوقتي يا سيدي للشرح زي ما انتا شايف ان ده الوجهة او يعني ده الخبر الخاص بجوجل. طبعا انا جايب لكم يعني حنشوف اي جديد في الاول زي ما انتا شايف عندك هنا بيقول لك هنا عندك طبعا بيقول لك اللي هو في ستمبر قبل من الاول مرة ميزة اقراج الصور في جوجل جامانا فلاش وكلام ده كله اقراها مع نفسك عندك هنا بيقول لك النص والصورة معا هنا ميزة ان انت تقدر تعمل قصة اصلا يعني ان انت تيدي له قصة وهو يكتب لك قصة او هو يعني 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 يعمل لك قصة بناء على المشاهد والصور يعني الشخصية هتكون واحدة فدي نقطة مهمة جدا عندك هنا تحرير الصور المحادثة هنا مسلا انا ممكن ادي له صورة زي ما انتا شايف وفي الصورة دي هو يقدر ان هو يعدلها لي ويبعتها لي او زي ما انتا شايف حاط لي مسلا الفاظة على التربيزة بكل سولة عندك هنا برضو في حاجات اخرى فهم العالم والحاجات دي كل انا ان شاء الله ايه هتكلم عنها يعني تمام عندك هنا عرض النص وخلافه ان هو بق بقى يعني بيقدر يعرض نص والكلام ده كله ان شاء الله هتكلم عنه طيب نروح بقى دلوقتي يا سيدي للتحديث تحديثة اللي عندك في جوجل استوديو هساب لك ان شاء الله رابط بتاعه موجود تحت في الوصف عندك هنا في الخيار اللي على الجنب ده اللي هو يعني او اللي هو الخيار بتاع الموديل هتلاقي عندك هنا في خيار جديد اسمه جوجل جاماناي طوبين زيرو امج اللي انا هنشئ الصور يعني هاروح جاي عليه بالمنظر ده اروح هنا طبعا مختار عندي اللي هو امج انتكست لاني تكست حاجة ولا امج انتكست حاجة هنا عندك طبعا بقى احنا ممكن نترجم العربي زي حالتنا ان احنا العربي احسن يعني تمام عندك هنا بيقول لك تحرير الصور بيقول لك تعديل صور طيب نشوف ايه تحرير صور طبعا انا بديك امثلة ناخد اول مثال نشوف ايه تحرير الصور تمام هيعمل هلالزائي مسلا انا مسلا بدي له الصورة وهو بحط لي عليها شوكولاتة جميل زي ما انت شايف يعني مش حلوة اوي وانما ايه مبلوعة يعني طيب نروح له صورة تانية طبعا انا ممكن ان انا ايه ااجي هنا مسلا عندي اضيف عندي صورة اروح هنا عندي عالدسكتوب هاخد مسلا يا سيدي الصورة دي واحطها او العب في الصورة هنا احسن اجي هنا عندي واقول له اا اجعله اا اجعل هذا الرجل يرتدي خبع هات زي ما انت شايف بالمنظر ده حاطت مسلا تمام او رح مديله الايه الصورة بتاعتي واشوف بعد الوقت يا هو هيقدر ان هو يعملها ولا لا طبعا هو بياخد فقدة طب والله عجبتني لا عجبتني لا او بسرعة على فكرة شوف بص التعديل لا جميل نزيز طيب اجعله ارتدي انا اتضارة اجعله شمسية حمراء زي انا صراحة انا يعني اجعل ارتدي يعني نظارة شمسية حمراء زي الوزان ده اسمه ايه اللي هو بتاعي انا صراحة ما بتفرجش على مسلسلاتي يعني وانما انا بشوف الايه المشاهد دي على الايه على السوشيال ميديا يعني طب والله يا جميل ده عجبتني عجبتني لا يا جميلة لزيزة اام مش عارف اقول له ايه تاني طيب اجعله اه اجعله في البحر اه اجعله في البحر او على الشاطئ اجعله على الشاطئ تمام انا اصلا نفسه روح البحر من زمان يعني بقى ليه حداشر سنة ما روحتش بحر اه خرابي رغم ان انا من مدينة سحلية اصلا يعني البحر جنب البيت المفروض يلا بقى اه يعني هو حطي الاسطارة بس يعني هو حتى ما ودنيش البحر كامل لان هو لسه دلوقتي قدرته على العزل مش ممتازة قوي تمام اه بس طبعا هنا في نقطة يعني ان لو انت لاحزت هنا تلاقي عندك ان الصورة مقبولة شوية بعد كده الصورة اللي بعد كده بتبقى ايه يعني الصورة دي مقبولة تمام زي ما انت شايف تعديلها ممتاز هو بقى بياخد بيعدل على كل صورة صورة لحد ما تلاقي ان الجودة بتاعتها بقت اصبحت سيئة زي ما انت شايف فعشان انت تقدر تظبط الصورة زي ما انت عايز اجعل لكل صورة محادسة طيب عشان ايه تخلي جودة الصورة زي ما هي جميل طيب دلوقتي احنا فهمنا يعني ايه اللي هو امتدل اللي هو الحاجة كروسون تمام عرفنا ده بتاعي نيجي بقى دلوقتي يا سيدي للي هو ان انا اقدر انشئ قصة جميل طيب يعني عرفنا ان ده اقدر ان انا اعدل على الصور ومش شرطي ان تخش على كل واحدة وانما هو بيقول لك بيقدر يعمل ايه عندك هنا يا سيدي دلوقتي هو قدر ان هو يعمل لي او مسلا دلوقتي بيعمل لي قصة القصة دي يعني بيقول لك مسلا انشئ القصة عن ماعس صغير ابيض يخوض مغامرة في مزرعة باسلوب كثير متحلكة يعني سلسية الابعد لكل مشهد انشئ صورة تمام عندك هنا مسلا جاب لك ايه كان عنزة بيضاء صغيرة بروح مرشوقة وراء مش عارف ايه كلام ده كله عموما يعني تمام جاب لك هنا يعني حط لك اول حاجة الوصف الخاص بالقصة حط لك صورة متعلقة بالقصة وجاب لك هنا نفس الصورة بتاعت الماعس يعني او يعني حرفيا الصورة بتاعت الماعز مش متغيرة لا هي هي طيب تعالي نجرب حاجة تانية رغم ان انا يعني ما بحبش ايه رسم الارواح وانما يعني ايه ده تعليمي ف يعني الاسلوب التعليمي او الشيء التعليمي في بعض الاقاويل يعني والله اعلم انا بحث عن الموضوع ده يعني عشان ما حدش ايه انشئ قصة عن رجل يحاول ترك التدخين والله اللي جا في دماغي اه اروح مسلا متديله مثلا اقول له هنا انشأ موجة اللي هو قصة يعني واتديله الايه البيس دلوقتي يبتدي ان هو بالفعل يبتدي ان هو ينشئ قصة طبعا اه هو للأسف انا لا ثانية واحدة معلش اه لا الصورة سيئة صورة سيئة تمام هو كان الوصف بتاع ايه بتاع الماعز يمكن اكون انا دخلتها غلط اه يمكن اكون انا دخلتها غلط هو هنا الوصف كان ايه بالضبط عشان بس اكون ايه فاهم انشئ قصة عن ماعز يبقى هنا نيجي مسلا ناخد ده ونحط ده هنا انشئ قصة عن رجل عن اه مسلا نقول الرجل يحاول اه ان يحاول ان يترك التدخين بالسبب تدميره لصحته تمام اه بالمنظر ده انا الصراحة يعني يمكن نكون الفعلا اللي هو الوصفة اخني يعني فدلوقتي غالبا هو هيديني الوصف بشكل صحيح فدلوقتي هو ابتدي ان هو بالفعل ايه يعمل الاسلوب اول حاجة نفس الشكل بتاع الرجل مش شايفي اي اختلاف زي ما انت شايف اهو كأنه بالضبط فيديو تعليمي والله وانا شايفيني ده ممتاز جدا يعني نفس التيشرت نفس الوجه نفس كل حاجة فان هو يخلي الوش ويخلي الملامح موحدة ده شيء ممتاز جدا فيامني هيساعد بالفعل ان انت تقدر تعمل محتوى اصلا للحوار ده او فيديو اصلا للحوار ده فده شيء ممتاز صراحة اجبني جدا عموما بس يعني مفيش اي حاجة تانية اه طبعا عندك حاجة اخرى لا من زي ما فيش يعني عندك حاجة اخرى طبعا زي ما تشايف ان هو بالفعل عمل لوصف وعمل قصة وعمل حاجة ده كلها عندك انه هو بيقول لك اللو مسلا اقدر ان انا اقول له اكتب شيء او مسلا اعمل لي مسلا التصميم ويكتب لي عليه. انا مسلا هشوف هنا هل يقدر ان هو بيدعم اللغة العربية ولا لا اكتب بطاقة معايدة رمضان كريم باللغة العربية. ونشوف بالفعل هال هو يعني هال هو قدر ان يعني هل هو هيقدر ان هو يكتبها. ولا لا. يمكن اكون لن كتبتة غلط وهدilleه برضو وصف اخر. رمضان كريم. سيء جدا. زي ما انت شايف. اللغة العربية للأسف مش مزبوطة قوي بس هو قدر دلوقتي انه هو بيكتب رغم انه اصلا جوجل امدش بيكتب يعني انا يعني مثلا افتراضا لو انا جيت هنا عندي على جوجل امدش اللي انا باستخدمه اللي انا اتكلمت عليه كتير قوي هو بينشئ بالفعل يعني فيك فكك من العربي تمام يعني هو العربي اصلا مش هيكتبه اكيد يعني بس لو احنا مثلا افتراضا جينا كتبنا مثلا عندنا على جوجل امدش اف اكس بيكتبها لي باللغة الإنجليزية بشكل ممتاز وأنا بالفعل يعني استخدمته كتير قوي في كتابة أشياء باللغة الإنجليزية عليه فأنا شايف إنه هو يعني حاجة مش جديدة على جوجل إنه بالفعل يقدم ميزة إنه هو يكتب رغم إنه مش عارف أهو رمضان كريم بيكتبها أحسن وأنضف كمان من اللي هو الايه من جوجل أميج رغم إن ده ممكن يكون تفاصيله زيادة شوية يمكن آه عشان خاطر برضه أكون واضح معكم يمكن يكون ده تفاصيله زيادة شوية هيجبكم طيب ممكن يا سيدي أعمل يعني حرفين عندي أفكار كتيرة قدر عملها باستخدام الايه آي ده حقيقي يعني عندي أفكار كتيرة قدر يعني أعملها باستخدام جوجل آه في طبعا تحدثات أخرى أنا إن شاء الله هتكلم عنها يعني الفيديو الورد على طول هتلاقييني كده كل يوم وفيديو بإذن الله عشان إيه أقدر أنا أتكلم على كل حاجة الوحدة لإني لو أنا تكلمت كل وضفعة واحدة صدقني أنت هتوه وأنا هتوه معك فأنا إن شاء الله هنزل بإذن الله الفيديو الجاي بتحديث جديد آخر برضو من جوجل لإني نزل تحدثات ممتازة جدا جدا وفي تحديث منهم أنت هتحبه قوي 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 زي ما أنا حبيته صراحة لأن ما بقتش محتاج نتة أصلا تمام عشان إستغنمه عموما ده كان الفيديو تماما أن يكون الفيديو عجبكم استفدتم منه ما تتساعدش بقى تعمل لايك اشتركوا في قناة وتفعلي الجرس أشكركم بإذن الله فيديو جديد ومع السلامة